ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم أعمال الجلسة الرابعة عشر للمجلس في دور العقاد الأول من الفصل التشريعي السادس ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة والمقدم من مجلس النواب تعديل أحكام قانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي هو مشروع قانون طرحته لجنة الخدمات للنقاش خلال الجلسة بهدف منح السلطة التنفيذية صلاحية إضافة فئات جديدة تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي غير المشمولة بالمادة الثالثة من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي تمت مناقشة مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 18 لسنة 2006 بالنسبة إلى الضمان الاجتماعي طبعا الضمان الاجتماعي هو حق مكفول من قبل الدولة هو حق وطني حق ديني وحق يعني دستوري إلا أن هذا التعديل اليوم كان باستحداث أو ممكن إضافة فئات جديدة إلى الفئات الموجودة في القانون السابق مشروع القانون يضمن سرعة تقديم المساعدات المالية وتقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة لكل من لا يستطيع توفير مصدر رزق ملائم لحاجته ومتطلبات أسرته وهذا ما لم تتضمنه المادة الثالثة من هذا القانون إذا تمت الموافقة عليها اليوم لا تحتاج إلى قانون آخر بالنسبة إلى الميزانية العامة لأن الميزانية ستغطي هذه الفئات طبعا بالنسبة لنا كضمان اجتماعي يجب أن يغطى من قبل الدولة سواء هذه الفئات أو الفئات المستحدثة الجديدة وبعد مدخلات أعضاء مجلس الشورى حول تعديل المادة الثالثة من القانون رغم 18 لسنة 2006 تم أخذ الموافقة النهائية وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه يضمن مشروع القانون والذي نوقش صباحا اليوم خلال اجتماعي مجلس الشورى تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين وتعميق قيمة تكافر والتضامن بين أبناء المجتمع خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين